السلام عليكم المتقرر في القواعد أن نفي القبول إن كان لترك مأمور فيراد به نفي الصحة وإن كان لفعل محظور فيراد به نفي الثواب والأجر وعلى ذلك فروع الأول قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتبضأ أي لا تصح صلاته لأن نفي القبول معلق بترك المأمور وهو الوضوء وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له الصلاة أربعين يوما أي لا ثواب له فيها لكنها في ذاتها تصح فهي صحيحة ولكن لا ثواب ولا أجر له فيها لأن نفي القبول علق بفعل المحظور وهو المجيء إلى الكوهان والسحرة الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار أي لا تصح صلاتها إلا بخمار لأن نفي القبول معلق بترك مأمور وهو الخمار الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبقى من مواليه لم تقبل له الصلاة حتى يرجع إليهم أي لا ثواب له في صلاته ولكنها صحيحة في ذاتها فصلاة الآبق صحيحة في ذاتها ولكن لا ثواب له فيها لأن نفي القبول علق بفعل المحظور فمتى ما رأيت الشارع ينفي عبادة فانظر إلى السبب فإن كان سبب النفي ترك المأمور فاعلم أنه يقول لا تصح وإذا كان السبب فعل المحظور فاعلم أن الشارع يقول لا ثواب له فيها والسلام عليكم